عاد رئيس الحكومة محمد السودان إلى بغداد بعد زيارة له إلى واشنطن وبعض الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت ستة أيام قال إنها جاءت لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي استبدلت باتفاقية حملت عنوان التعاون المشترك الدائم استهدفنا في هذه الزيارة كعنوان وهدف وتقديم رؤيتنا كحكومة بشأن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة جولة لا تختلف عن زيارات رؤساء الوزراء السابقين إلى البيت الأبيض وذلك بابتعادها عن الخوض بالملفات التي لطالما كانت تأخذ حيزا من تصريحات المسؤولين والتي اتضح أنها ليست سوى تسويقا إعلاميا كما يقول مراقبون حيث غاب أبرز ملفين وعد السودان بطرحهما أمام القادة الأمريكيين وهما انتفاء الحاجة لوجود القوات الأجنبية في العراق وتحرر العملة العراقية من الهيمنة والسطوة الأمريكية زيارة خلى وفدها الذي تجاوز 134 شخصا من مسؤولين أمنيين أو رتبا عسكرية رفيعة كانت مشروطة بعد رفض 11 طلبا لمجيء السودان إلى واشنطن قبل أن يوافق عليها في المرة الثانية عشرة مقابل عدم فتح ملف خروج القوات الأمريكية شروط لم تجد بعض القوى داخل الإطار التنسيقي حرجا من أن تعلن ترحيبها بمخرجات البيان المشترك بين العراق وأمريكا بالتزامن مع نائي البرلمان بنفسه عن إخراج الأمريكان والذي قال على لسان نواب من تحالف المالك بأنه ليس من مهامه كما أكد ذلك النائب ثائر مخيف الذي صرح بأن الاستعانة بالقوات الأجنبية جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الأسبق حيدر لعبادي بعد أحداث عام 2014 مضيفا أن الحكومة هي فقط المعنية بقرار إخراج تلك القوات من عدمه وفق ما سماه مبتأ الحاجة والضرورة الأمنية رغم جمع البرلمان قبل أشهر تواقع بشأن وجوب طرد القوات الأجنبية غياب ملفات واستدعاء أخرى ضمن المباحثات في واشنطن بالتأكيد لم تكن بلا ثمن وبما يخدم مصالح أمريكا التي تغاضت عن علاقة السوداني بميليشيا كتائب حزب الله المصنفة من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب أو تقاعسه عن ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان والقتلة والخاطفين ضمن الميليشيات التي تدفع حكومة الإطار التنسيقي رواتبهم من أموال الدولة العراقية بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ترجمة نانسي قنقر